اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية الوقاية من قرحات الاستلقاء مقدمة ان قرحات الاستلقاء شائعة جدا عند المرضى الذين يعانون من قلة الحركة وقد يكون من الصعب جدا علاج قرحات الاستلقاء كما يمكن ان تصاب بالعدوى وفي حالات نادرة يمكن لقرحات الاستلقاء المصاب بالعدوى ان تنتشر الى بقية الجسم وتؤدي الى الموت الوقاية من قرحات الاستلقاء اسهل بكثير من معالجتها هذا البرنامج سيقدم للمريض المعلومات عن قرحات الاستلقاء وكيفية الوقاية منها قرحات الاستلقاء تحدث قرحات الاستلقاء عندما تموت مساحة من الجلد بسبب الضغط الواقع عليها على سبيل المثال اذا كان المريض مستلقيا على ظهره دون حركة لفترة طويلة من الزمن فان الجلد في اسفل الظهر يقع تحت ضغط مستمر ويقطع هذا الضغط الاكسجين عن الجلد واذا لم يخف الضغط فان الجلد يبدأ بالموت عندما يتهتك الجلد تظهر القرحة ويمكن ان تكون القرحة عميقة جدا وان تصل الى العضلات والعظام الواقعة تحتها فاذا لم تعالج القرحة بسرعة فانها قد تحتاج الى الجراحة لتنظيف المنطقة اما اذا انتشرت العدوى الى بقية الجسم فان حياة المريض قد تصبح في خطر غالبا ما تتطور قرحات الاستلقاء في المناطق التالية عقبا القدم العصعص العجز الوركان الكاحلان اي منطقة اخرى من الجلد تقع تحت الضغط لفترة طويلة في بعض الحالات قد يكفي مرور زمن يقل عن ساعة واحدة حتى تظهر قرحات الاستلقاء عوامل الخطورة بعض المرضى هم اكثر عرض للاصابة بقرحات الاستلقاء وسيناقش الفصل التالي عوامل الخطورة التي يمكن ان تزيد من خطر اصابة المريض بقرحات الاستلقاء والتي تزيد من صعوبة علاجها تصيب قرحات الاستلقاء في غالب الاحيان المرضى الذين يمكثون في السرير او الكرسي لفترات طويلة من الزمن مثل الذين يعانون من اصابات في الرأس واصابات العمود الفقري او الشلل ان المرضى البدينين او المصابين بمرض السكري او الذين لديهم مشاكل في القلب اكثر عرض من غيرهم للاصابة بقرحات الاستلقاء ومن العوامل الاخرى التي تزيد من خطر الاصابة بقرحات الاستلقاء الثلث سوء التغذية ضعف الدورة الدموية قلة او ضعف الاحساس برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الوقاية ان افضل سوب الوقاية من قرحات الاستلقاء هو تقليل الضغط على الجلد وعلاج اي حالة طبية كامنة يمكن ان تزيد من خطر الاصابة بقرحات الاستلقاء يتوجب تشجيع المرضى القادرون على المشي على القيام بذلك عدة مرات في اليوم حتى اذا كان ذلك يتطلب مراقبة من شخص اخر اثناء المشي يتوجب على المرضى القادرون على تغيير وضعياتهم في السرير او الكرسي المتحرك القيام بذلك مرة واحدة كل ساعة اما المرضى الذين لا يمكنهم تغيير وضعياتهم بانفسهم فبإمكان الممرضات او اعضاء اسرتهم تغيير وضعياتهم كل ساعتين او عند عدم شعور المريض بالراحة وينبغي عليهم ايضا مراقبة جلد المريض بشكل متكرر بحثا عن الاعراض المبكرة لقرحات الاستلقاء يمكن ان يساعد استخدام المراتب الخاصة مثل المرتبة الهوائية ويمكن ان توضع الوسادات بين الساقين لمنع الرقبتين او القدمين من الاحتكاك ببعضهما البعض يمكن استخدام فوة خاصة لامتصاص السوائل ويبقاء جسم المريض جافا للمرضى المصابين بالسلس البولي كما يجب ايضا استخدام عازل للرطوبة يجب تفقد المرضى المصابين بالسلس البرازي بانتظام مع مراعاة تنظيفهم جيدا وبسرعة يجب ايضا استخدام عازل للرطوبة وينبغي عدم استخدام الوسائد الحلقية الشكل لانها يمكن ان تقلل من تدفق الدم وان تزيد من سوء قرحات الاستلقاء في اثناء فترة مكوث المريض في المستشفى يتم مراقبة حالته الغذائية للتأكد من حصوله على التغذية المناسبة للوقاية من ظهور قرحات الاستلقاء او للمساعدة على شفاء قرحات الاستلقاء الموجودة ينبغي على المريض اذا اكتشف قرحة الاستلقاء في مرحلة مبكرة ان يخبر الممرضة او مقدم الرعاية الصحية فورا فمعالجة القرحة مبكرا يساعد على تجنب المزيد من المضاعفات اذا اعجبك هذا الفيديو الرجاء الاعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة يمكن ان يكون من الصحب جدا معالجة قرحات الاستلقاء ويمكن الوقاية من قرحات الاستلقاء باتباع خطوات بسيطة ولكن فعالة المشي قدر الامكان تغيير وضعية المريض في السرير او في الكرسي المتحرك تغيير موضع المريض بشكل متكرر استخدام مراتب خاصة وضع وسائد بين الساقين وعلى المريض ان يسأل طبيبه او الممرضة عن التدابير التي يتخذوها لتجنب حدوث قرحات الاستلقاء شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين شكرا للمشاهدة